طيب خليني أخدكم الخبر تاني مبارح كان فيه لقاء مهم جدا عمله وزير الدخلية مع مساعدين وده علشان اللي بيحصل في سينة وازاي نحن نقدر نأمن المواطنين اللي موجودين هناك وعرض الخطة الأمنية بشكل مكثف وازاي نحن نقدر كمان نحمي المناطق المحيطة مش العريش بس قال برضو الوزير أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي مواطن أنه هو يمشي خالص وقالوا احنا قادرين على حماية المواطنين بس ده تصرف فردي تصرف شخصي أي مواطن خايف على نفسه سلك هذا الأمر بس الداخلية في الآخر قادرة على أن هي تحمي المواطن المصري وقال أن الإرهاب بيستهدف الجميع وعلينا جميعا أن احنا نتصدى له وأن احنا لا نعطي أبدا فرصة لعناصر الإرهاب زعزعت الأمن الداخلي وزعزعت ثقاتنا في أجهزتنا الوطنية زي ما احنا شايفين دي كانت صور خاصة بهذا الاجتماع بالأمس مع قيادات وزارة الداخلية بمجرد لما بتحصل أي حدثة يتحرك يعني